بسم الله الرحمن الرحيم أبناء التلاميذ مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية لمستوى الأولى باكالوريا سبق وأن رأيتم في درسي عمارة الإيمان وعمارة الأرض مجموعة من المفاهيم والمعلومات حول هذا الموضوع أسألكم الآن بعض الأسئلة لمعرفة ما تحصل لديكم في هذا الدرس هذه بعض الأسئلة أمامكم على الشاشة ما المقصود بعمارة الأرض؟ وما هي علاقة الإيمان بعمارة الأرض؟ حاولوا الإجابة عن هذه الأسئلة على دفاتركم من أجل أن تختبروا معلوماتكم السابق انتبهوا معي إلى هذه الوضعية التي سأعرضها عليكم على الشاشة لنحاول قراءتها جميعاً تابعت برمامجاً تلفزياً حول تزايد نسب الطلاق وتفكك الأسر في الأعوان الأخيرة ولعلاج هذه الظاهرة اقترحت فاطمة أن يتم فرض سيطرة الزوج في البيت ومنع الزوجة من العمل وعدم السماح لها بمغادرة بيتي الزوجية مبررة ذلك بالعرف والعادة التي كان عليها أجدادنا فيما اقترحت عائشة ضرورة العودة إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته والتأمل في كيفية تدبير علاقاته مع زوجه وأبنائه ومعاونيه فهي حافلة بمواقف مشرقة في تعامله مع أسرته حيث استمر الاختلاف بينهما إلى آخر البرنامج نعيد قراءتها مرة تانية حتى تستوعبها بشكل جيد وتتمكن من معرفة ما فيها وما طرح فيها من مشكل تابعت برنامجا تلفزيا حول تزايد نسب الطلاق وتفكك الأسر في الأعوام الأخيرة ولعلاج هذه الظاهرة اقترحت فاطمة أن يتم فرض سيطرة الزوج في البيت ومنع الزوجة من العمل وعدم السماح لها بمغادرة بيت الزوجية مبررة ذلك بالعرف والعادة التي كان عليها أجدادنا فيما اقترحت عائشة ضرورة العودة إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته والتأمل في كيفية تدبير علاقاته مع زوجه وأبنائه ومعاونيه فهي حافلة بمواقف مشرقة في تعامله مع أسرته حيث استمر الاختلاف بينهما إلى آخر البرنامج تأملوا الوضعية جيدا وحاولوا أن تربطوها بالصورة التي أمامكم وحاولوا أن تستخرجوا المشكلة إذن نتأمل جيدا هذه الصورة بشكل أوضح إذن حاولوا التأمل جيدا وتحديد المشكلة نتأمل قليلا إذن لعلكم قد توصلتم إلى المشكلة المطروحة فما هي إذن؟ نحاولوا الإجابة وأنا أقتارح عليكم المشكلة التالية الخلافات الأسرية والزوجية سبب لتفكك البيوت والأسر دل نحاول أن نستخرج المواقف التي جاءت في الوضعية إذن لعلكم بتأملكم في الوضعية قد توصلتم إلى هذه المواقف نقتارحها عليكم على الشكل التالي دل لاحظوا في الجذول الموقف الأول إعطاء السلطة للزوج ومنع عمل الزوجة طبعا صاحبته في الوضعية هي فاطمة تعليلها في ذلك اتباع الأعراف وعادات الأجداد الموقف الثاني تمثله عائشة وهو ضرورة العودة إلى السيرة النبوية لعلاج مشكل الطلاق مبررة ذلك بأن السيرة النبوية حافلة بالمواقف المشرقة في معاملته صلى الله عليه وسلم لأهل بيته بعد تحديدنا للمواقف نحاول الآن أن نقترح بعض الفرضيات كحلول مؤقتة للمشكلة التي طرحت في الوضعية وهي على الشكل التالي أولا للحفاظ على البيوت من التفكك يجب الحفاظ على العادات والتقاليد ثانيا للحفاظ على البيوت من التفكك يجب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ويمكن اقتراح حلول أخرى كحل مؤقت لهذه المشكلة ولبناء مفاهم درسنا نستعين بمجموعة من النصوص أولا قال تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ثانيا عن من عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ثالثا عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوته نبقى مع المحور الأول وهو المعنون بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم الإنسان لنحاول قراءة النص قال تعالى فبما رحمتي من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظا القلب لنفضه من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر من خلال هذا النص نحاول أن نستخرج ما يدل على إنسانية الرسول صلى الله عليه وسلم نفكر جيدا واستخرج من النص ما يدل على إنسانيته صلى الله عليه وسلم من الجوانب المثيرة في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إنسان أي الإنسانية فماذا تعني هذه الكلمة وعلى ماذا تدل فبدون شك أن دلالتها تكمن في رحمته صلى الله عليه وسلم بمن معه ولين الجانب لهم وعفوه صلى الله عليه وسلم عنهم واحترام الرأي الآخر فهذه المعاني كلها تدل على إنسانية الرسول صلى الله عليه وسلم نعود الآن لسؤالكم أين تتجلى إنسانية الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف تقنع فاطمة بالتخلي عن أفكارها نحاول الرجوع إلى الوضعية وانظروا إلى موقف فاطمة وحاولوا أن تقنعوها من خلال كتابة ذلك على أوراقكم لتختبروا أنفسكم ننتقل بكم أبناء التلاميذ إلى المحور الموالي سمو أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملته لأهل بيته نبدأ بكيف كان صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته انطلاقا من هذا النص الذي يرويه بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي من خلاله يمكن أن نستخرج طريقة تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته لعل هذه الخيرية التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في الحديث هي التي تنبع بهذه المعاني أولها ملاعبتهن صلى الله عليه وسلم بحيث كان يصابق عائشة وتصابقه في مرة سبقته وفي مرة أخرى سبقها فقال لا هذه بتلك مساعدتهن في البيت فكان صلى الله عليه وسلم يمد لهن يد العون والمساعدة في الأشغال التي يقمن بها داخل البيت العدل بينهن فكان صلى الله عليه وسلم لا يميز إحداهن عن الأخرى استشارة أو استشارة معهن كما حدث مع أم سلم في صلح الحديبية وهنا يجب أن ترجع إلى صلح الحديبية في درس سابق رأينا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم استشارة أم سلم رضي الله تعالى عنها ونزل عند رأيها العطف عليهن وقضاء حاجاتهن فكان صلى الله عليه وسلم يعطف عليهن ويبادر إلى قضاء ما يحتجنه من حاجات في حياتهن الصبر عليهن وتحمل غيرتهم التلطف معهن حيث كان ينادي عائشة يا عائش وهنا نوع من الدلال ونوع من أن يعطي لعائشة مكان متميز ولزوجته صلى الله عليه وسلم ما تستحقه من الدلال لن هذه جملة من المؤشرات التي تدل على حسن معاملته صلى الله عليه وسلم ننتقل إلى النقطة الثانية في هذا المحور وهي معاملته صلى الله عليه وسلم لبناته وأحفاده دل كان صلى الله عليه وسلم يلاعب الحسن والحسين ويصبر عليهما ويحاول أن يلبي طلباتهما صلى الله عليه وسلم باعتبارهما طفلين صغيرين كان يترفق بأبنائه وبناته كان صلى الله عليه وسلم يبادر إلى حل الخلافات بين بناته وأزواجهن بالحكمة وبالتي هي أحسن كما كان صلى الله عليه وسلم يحترم ويقدر بناته ويعتني بشؤونهن الخاصة وفي تعامله مع فاطمة كان يقوم لها وتقوم له وكان يقبلها بين عينيها صلى الله عليه وسلم التقرب منهن والسؤال عن أحوالهن وأخيرا إدخال الفرح والسرور عليهن كأي أب حنون رؤوف ببناته وأحفاده النقطة الثالثة في هذا المحور وهي المتعلقة بمعاملته لخدمه وهذه النقطة من الأمور التي يجب أن نركز عليها لأن تطرح مشاكل في واقعنا فيجب أن ننتبه إلى معاملته صلى الله عليه وسلم ونسقطها على واقعنا فعن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط وانتبهوا جيدا ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادر ينتأمل في الحديد جيدا وقارنوا بأحوالنا اليوم فمن جملة معاملته صلى الله عليه وسلم لخدمه كان يعلمهم أمور الدين وهذه أمور أساسية وكان صلى الله عليه وسلم يبادر إلى عتقهم أول شيء كان يمتعهم بالحرية عدم ضربهم أو نهرهم عدم تحميلهم فوق طاقتهم مساعدتهم في أعمالهم عندما كان صلى الله عليه وسلم يحس بتأب بعضهم كان يبادر إلى مساعدتهم في هذا العمل ثم الدعاء لهم بالخير إكرامهم مقابل عملهم كما كان صلى الله عليه وسلم يبادر إلى تزويج العزاب منهم كما فعل مع أمي أيمن وزيد بن حارثة لأن هذه جملة من المؤشرات والعلامات الدالة على رقي معاملته صلى الله عليه وسلم مع خدمه وما أحوجنا إليها اليوم في تعاملنا وتعامل البعض مع بعض الخدم وبعض الموظفين والعمال في مجموعة من المرافق ومجموعة من الأماكن أنتقل بكم إلى المحور الثالث والمتعلق بتجلي إيمان المؤمن وقيمه في معاملته لأهل بيته لا يكتمل إيمان المؤمن ما لم يحسن معاملة أهل بيته ومن المعاملة الحسنة ما يحسن حسن علاقته بوالديه قال تعالى ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما حسن علاقاته بزوجته قال تعالى وعاشرهن بالمعروف حسن علاقاته بأولاده أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبه فالمؤمن يجود بالكلام الحسن وينفق قدر المستطاع على أهل بيته ويتودد لهم فيكون الأهل هم أولى الناس بالمودة والرحمة من غيرهم على خلاف واقع بعض شبابنا اليوم الذين يميلون إلى إرضاء الرفقاء والأصدقاء ويتضجرون من أهلهم قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم إذن هكذا يتجل الإيمان في علاقتنا بأهل بيوتنا وينعكس على ذلك ويثمر ثمارا يانع تحافظ على هذا البيت من التفكك والانحلال كيف أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في بيته هذا سؤال موجه إلي وإليكم كيف نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا من خلال هذا المجسم يتضح أن هذا الاقتداء يتجلى أولا في الإقرار بقيمة الملاطفة والود والإحسان في استدامة العشرة الزوجية وتحقيق السعادة الأسرية أؤمن بأهمية ودور التربية لتوفير أجواء سليمة في الأسرة وألتزم بها في علاقاتي مع أولادي أشارك في أعمال البيت الداخلية والخارجية أعدل في تعامل مع أهلي في بيتي ومع الغير كما أحسن معاملة العمال والموظفين لدي ذن هكذا وبهذه التصرفات أقتد بالرسول صلى الله عليه وسلم داخل بيتي ويكون بيتا سعيدا بإذن الله تعالى أعود بكم إلى الفرضيات التي اقترحناها كحلول مؤقتة للمشكلة الواردة في الوضعية لعلكم تتذكرونها جيدا أولا للحفاظ على البيوت من التفكك يجب الرجوع إلى العادات والتقاليد ثانيا للحفاظ على البيوت يجب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لنحاول الآن أن نختبر هذه الفرضيات فبدل شك فالفرضية الصحيحة هي الفرضية الثانية وهي أمامكم على الشاشة كما هو الشأن دائما في جميع الدروس أن نرجع إلى صورة يوسف وأن نحاول أن نربط بينها وبين هذا الموضوع بنفس الحب الذي كان يوليه النبي صلى الله عليه وسلم لأهله وأحفاده وخدمه نجد يعقوب عليه السلام في صورة يوسف حيث كانت تحركه مشاعره الإنسانية وعاطفته القوية في رعاية أبنائه وبالخصوص ابنه الذي كان طفلا صغيرا ونقصد هنا يوسف عليه السلام قال تعالى إني لا يحزنني أن تذهب به وأخاف أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون أختم معكم بهذه الوضعية حاولوا أن تستثمروا تعلماتكم السابقة في هذا الدرس من أجل الإجابة عن هذه الوضعية أتار انتباهك أن خالك يعامل زوجته معاملة سيئة وأن زوجته تقص على خادمتها من خلال تكليفها بأشغال كثيرة وتحتقرها ولا تعطيها حقوقها كاملة فما هو موقفك من خالك وزوجته وكيف تتوجه خالك وزوجته موظفا ما درسته إلى هنا أودعكم على أمل اللقاء بكم في الدرس القادم بحول الله تعالى والذي سيكون حول الأسرة نواة المجتمع فلماذا اهتم الإسلام بالأسرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة